بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة المشاهدون سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات يسعدنا ويشرفون أن نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج ومع سؤال جديد من أسئلتكم التي تفضلتم بها إلينا حلقتنا أو أسؤالنا في هذه الحلقة يقول لماذا عبر الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة بصيغة الحمد ولم يعبر بصيغة المدح أو الشكر لماذا قال الله عز وجل الحمد لله في كثير من السور القرآنية سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة فاطر وسورة سبأ لماذا قال الحمد لله على وجه التحديد لماذا لم يقل الشكر لله لماذا لم يقل المدح لله وإنما خص الحمد تحديدا بهذه السور للإجابة على هذا السؤال هناك ثمة فرق بين الحمد والمدح هذه الفروقات الدلالية بين الحمد والمدح هي التي جعلت الحمد أولى أن يقال من المدح لماذا لأن المدح قد يكون للإنسان العاقل وقد يكون للجماد وقد يكون للنبات فأنت قد تمدح لؤلؤة لجمالها قد تمدح زهرة لنظارتها قد تمدح منظرا جميلا أعجبك لحسنه وبداعته لكن الحمد لا يكون إلا للحي العاقل لهذا كان الحمد أولى من المدح هذا جانب الجانب الآخر المدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعد الإحسان لكن الحمد لا يكون إلا بعد الإحسان فإنك قد تمدح إنسانا بما ليس فيه من الصفات التي يستحق من خلالها أن يمدح لكن الحمد لا تمدح إنسانا إلا إذا كان فعلا يستحق الحمد من خلال الصفات الحسنة ومن خلال الخدمات الجليلة التي قدمها إليك هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يحمد الناس لم يحمد الله ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله فالمدح قد يأتي من خلال ثناء مزيف لا يستحق الإنسان أن يمدح بصفات هي في الأصل ليست فيه لأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام احث التراب في وجوه المدحين هذا من جانب من جانب آخر أن لفظ الحمد فيه من المحبة وفيه من الإجلال وفيه من التعظيم ما لا نجده في صيغة المدح من هنا أدركنا تماما أن استخدام الحمد في هذه السور القرآنية أولى من استخدام المدح الحمد في الأصل هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحمد أو غيره لأجل ذلك قالوا لماذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى الشكر لله بدلا من أن يقول الحمد لله لماذا لم يقل الشكر لله فقالوا سمت فرق بين الشكر والحمد الحمد هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحمد أو غيره لكن الشكر لا يكون إلا شكرا على النعمة الواصلة إلى الإنسان الحامد على وجه التحديد الشكر لا يكون إلا للنعمة الواصلة لك أنت دون غيرك من أي حامد كان ومن أي شخص استخدم هذه الأصيغة أو استخدم هذا الأسلوب فعندما أقول الحمد لله أنت تحمد تحمد الله عز وجل لنعمه الواصلة لك وللواصلة لغيرك لكنك عندما تشكر إنسان أو عندما يشكر الله إنسان معين فإنما يشكره على نعمه الواصلة إليه على وجه التحديد دون غيره هذا أمر الأمر الآخر الشكر يكون شكرا على النعم المحددة التي لا تتصل بالصفات الذاتية فأنت لا تشكر إنسان على علمه بل تحمده عليه أنت لا تشكر إنسان على ذكائه أنت تحمده عليه أنت لا تشكر إنسان على قدرته بل تحمده عليه لهذا كان الحمد أوسع من الشكر سمت أمر آخر الحمد يتعلق بالجنان والشكر يتعلق بالأركان وما اتصل بالجنان وما اتصل بالقلب يكون أقوى لأن القلب هو أبو الأركان هو الذي يوجه الإنسان للخير أو يوجه الإنسان للشر فالأركان تبع له هذا كان الشكر كما عرفه العلماء هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به إليه لما خلق لأجله فكان الشكر بالأركان لكن الحمد يكون بالجنان لأجل ذلك كله قال الله عز وجل الحمد لله ولم يقل الشكر لله لأن الحمد عام ولكن الشكر خاص أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين من الحامدين من الضافرين نلتقي وإياكم في حلقة أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر